سلام عليكم والله في بعض القصص وبعض الجرائم أنه يستحي الواحد يسولفها تقول معقولة أنه هالإنسان هذا وصل إلى هالدرجة من الإجرام قصص مأساوية وبكل أسف مع تطور أدوات كشف الجريمة والتطور البحث الجنائي والبحث عن القتل للأسف ما زال بعض الأغبياء حيشا من يسمع يرتكبون الجريمة وكأنهم عايشين في العصر الحجري ولا كأنه في بحث جنائي ولا كأنه في رجال أمن ولا كأنه في حد بيوم الأيام رح يكتشف جريمتهم تقول معقولة الإنسان يوصل إلى هالدرجة من الغباء والإجرام وحتى بعض المجرمين عندهم على قولة المحقق كريم عندهم ذوق جنائي عالي وحدهم يرتكب الجريمة بطريقة فضيعة وعجيبة إلى درجة أنه ما يتم اكتشاف القاتل أو المجرم إلا بعد عشرة ولا خمسة عشر سنة قد تصل المدة إلى ثلاثين سنة واقع أقوى من الخيال كما ذكرنا للأسف قصتنا الليلة صراحة من القصص الجميلة والقصص الشيقة وفيها أحداث مثيرة لذلك قبل أن نبدأ في سرد أحداث القصة لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم وقصتنا الليلة الله يسلمكم لرجل من سوريا وتحية لأهل سوريا وليهون السامعين جميع هذا الرجل اسمه منصور منصور يعيش في إحدى القرى في محافظة السويداء جنوب سوريا وهذا منصور الله يسلمكم في تقريبا منتصف السبعينيات خمسة وسبعين ستة وسبعين شاب سمعته في القرية سيئة شاب متعجرف وصاحب مشاكل بالإضافة إلى أنه إيده طويلة يعني حرامي وهذا منصور في هذا الوقت في منتصف السبعينيات كان عمره تقريبا في نهاية العشرينيات من عمره سبعة وعشرين ثمانية وعشرين سنة ومنصور يحب بنت عمه عنده بنت عم اسمها لينا لينا هذه بنت الطير العقل ومن أجمل بنات القرية وبنت على قدر عالي من الأخلاق والرقي كذلك أهل لينا إخوانها وأبوها وأمها عائلة محترمة جدا في القرية بعكس ولد عمها هذا منصور منصور مقطع موصل وهذا يحب بنت عمه وبنت عمه ما طيق الأرض اللي يمشي عليها خطبها أول مرة ثاني مرة ثالث مرة يقولوله يا أخي ما لك نصيب روح شوف لك بنت غير هالبنت وأصلا لينا هذه تكره هالأرض اللي يمشي عليها منصور يعني شاب مقطع موصل حرامي سمعته في القرية سيئة شنو لهي لزوم حتى ترتبط فيه وهذا لا يقول لك بنت عمي ما بنت عمي كل ما يجي واحد يخطبها يسوي له مشكلة على حسب العادات والتقاليد أنه يحير بنت عمه وتروح الأيام وتيجي الأيام وهذا حاول مرات عديدة أنه يخطب البنت ويتزوجها لكن بدون أي فائدة لذلك منصور حقد على بنت عمه وحقد على أبناء عمه وعلى العائلة كلها وصار يخطط شلون بده ينتقم منها العائلة ليش ما يزوجونه وبنفس الوقت هذا يحاول يعترض طريق البنت لما تروح على البستان لما ترجع تروح على الدكانة يحاول يعترض طريقها البنت تقول له يا عمي ايش فيني شرك وأنا ما أريدك الزواج ما هو بالغصب والبنت جميلة وهذا شايفها ما هو مصدق وما هو منتبه للأفعال اللي يسويها ويفكر حاله أحسن شاب في هالقرية المهم تروح الأيام وتيجي الأيام في يوم من الأيام يتوفى قريب إلى عائلة أبو لينا الرجل هذا المتوفي يصير في إحدى القرى كذلك البعيدة عن قرية أهل لينا ومنصور والرجال عزيز عليهم وقرابة لهم وفي معزة المهم سمعوا خبر الوفاة ذاك اليوم وقالوا لازم نروح ويقومون يروحون العائلة وكلها أخوان لينا وأم لينا وأبوها وما ظلت إلا البنت بمفردها في المنزل وهذا منصور قاعد يراقب الوضع من بعيد ولما شاف العائلة وكلها راحت وما ظلت إلا البنت بدأ يخطط شلون ينتقم من لينا ويعطيها درس ما تنسى بحياتها إنه ليش رافضته ما هي راضية تتزوجه المهم الجماعة راحوا وصارت الدنيا تالي نهار وهذا صار حول البيت رايح راد ويشوف الوضع شلون تعرفون سكان القرى وخصوصا في منتصف السبعينيات الوقت ما كان مثل الآن مواقع تواصل وتلفزيونات ذكية الناس مع صلاة العشاء تكون نايمة القرية كلها الجماعة يطلعون من الصبح على بساتين هم يرجعون مع غياب الشمس متكسرين تكسر المهم أظلمت الدنيا سكان القرية ناموا ما ظل فيه إلا الله يعزكم أصوات الكلاب تنبح والصراصير وهذا لما أمن على سكان القرية ناموا وخصوصا المنازل المجاورة ويجي على البنت هذه لنا دق الباب افتحت الباب لنا وقول له هذا منصور بوجهها خير يا منصور شعندك قالها يا بنت عمي أنت يعني ليش مكبر راسش وتعاندي ومنت رأي ضياني فيني ومدري إيش وحاول يستلطفها قالت يا منصور شفيني شرك ما في غير أنا في المنزل وما أقدر أدخلك على المنزل قالها أنا ما ودي أدخل ودي بس أتفاهم أنا وياك كلمتين على الماشي ويقوم يدفع الباب ويدخل البنت داخل المنزل ويقفل الباب البنت حست بالخطر ولكن ما هي متوقعة هذا الفعل الدنيئ من ولا دعمها بغض النظر عن أنه حرامي مقطع موصل لكن في النهاية ظل هذه من دمه ونحمه المهمه هذا منصور شاف لك هالبنت الجميلة ولابس ثياب داخل المنزل متفرعة يعني ما أخذ راحتها ويقوم يمسكها قال لها والله العظيم الآن أذبحتش وأشرب من دمتش لا أسمع صوتتش يا ابن الناس يا منصور يطولك يقصرك قال لها ليودي ياود يأخذه وغصب العنتش المهم مسك البنت واعتدى عليها ويتركها البنت في وضع لا تحسد عليه البنت حاولت إنها تصرخ حاولت إنها تبشي لكن شي يفيد بعد ما هذا سوى فعلته والناس لا سمعت ما ترحم والمسكينة والمسكينة هذه شون ودها تساوي ما هي عرفانا وأهلها ما هم موجودين ودهم يوم يومين لحد ما يرجعون المهم مرت عليها ليلة هذاك اليوم ليلة سودة في صباح اليوم الثاني البنت مقفلة على حالها الباب وخايفة أنها تطلع برا صارت الدنيا تظهر شوي ولا جايين أهلها أخوانها وأمها وأبوها لما دخلوا على البيت البنت نايمة في غرفتها ما هي نايمة هي أصلا ما هو جايها نوم لكن قاعدة تفكر شلون ودها تحل هالمشكلة وشلون ودها تواجه أهلها المهم وتدخل عليها أمها خير يا بنتي شنو السالفة شنو الموضوع البنت قد ما هي باتية عيونها صايرة حمر البنت صارت تبكي وقالت لأمها والله يما الموضوع كذا وكذا وكذا هذا منصور دخل علي واعتد علي وصار اللي صار أو تطلع لأم على أخوان لينا قالت ولادة النشام أشوفكم خير يا يما قالت هذا الحقير منصور حيش من يسمع مساوي كذا وكذا ودي ما ترجعون على البيت إلا جايبي لرأسه الشباب دمهم صار يغلي غلي منصور شلون يتجرع على البنت المهم عندهم سلاح اللي عنده بندقية اللي عنده مسدس ويفزعون على ولد عمهم منصور منصور فيها الأثناء كان باعتقاده أم مضي ليلة جميلة وخدم وابتغاه وأنه راح يحط راس أبناء عمه وبنت عمه وعمه بلتراب وأنه البنت ما راح يعني تسترجي إنها تبلغ أخوانها وأمها به السالفة لأنها راح تنفضح وتصير سالفة على كل لسان لكن بنفس الوقت كان مجهز نفسه وما أخذ احتياطاته هذا منصور عنده كذلك بندقية حاشيها طلقات وملقمها وطلق ببيت النار وعنده حصان كذلك الحصان هذا مجهزه وحط السرج عليه في حال هجموا عليه وولاد عمه تكون الأمور جاهزة يركبها الحصان ويهرب أول ما جوا على البيت وهذا قاعد على السطح على سطح المنزل ويشوف أبناء عمه جايين اللي يركض اللي حامل مسدس اللي حامل بندقية هذه لنا عندها ثلاث أربع أخوان واحدهم بعشر رجال وهذا مت مترس فوق السطح ولما شافهم جايين عليه ويبدأ يطلق النار عليهم صاوب أول واحد الثاني الثالث والرابع بلشوا بإخوانهم واللي تصاوبوا ويقوم هذا يركب الفرس أو يهرب ويقوم واحد من إخوان لنا اللي ما تصاوبوا يسدد البندقية على منصور ويصيبوا بطلقة لكن الطلقة هذه ضربت في الساق وطلقة ما هي قاتل وهذا عنده فرس ويطير بين السماء والأرض ما في غير العجاج وراء الغبار يعني فزع سكان القرية وقامة الدنيا وما قعدت على أصوات إطلاق النار والدنيا الظهر يا ساتر شنو اللي صاير لما فزع سكان القرية ولا هذولا إخوان لنا مبطحين بالأرض اثنين قاعدين نزفون من هالدماء وفيها القرية فيها تقريبا ثلاث إلى أربع سيارات ويقوم واحد من سكان القرية اللي عنده سيارة يركب الأخوان الاثنين هذولا وأخوانهم اثنين اللي معاهم وعلى المستشفى على مدينة السويداء لحسن حظهم كانت الطلقات أو المكان الطلقات غير قاتل وتم إجراء الإسعافات الأولية واللازمة لها الشباب وأله سبحانه وتعالى نجاهم بإعجوبة وبدأ البحث على منصور منصور فاسم الحداب اختفى حاولوا يلحقونه بعض شباب القرية لكن ما حدا قدر يلحقوا وهرب واختفى من الوجود وبدأ رجال الأمن يبحثون على منصور من هين ومن هناك وهذا منصور لا حس ولا علم ولا خبر إخوان لينا بعد فترة من الزمن اطلعوا من المستشفى وتشافوا وتعافوا أما بالنسبة للبنت لينا لينا هاي المسكينة صارت مثل الوردة الذبلانة البنت تبشي بالليل وبالنهار وتعال اقنع البشر عاد أنه البنت ما هو بكيفها والسكان القرية في غالبيتهم يعرفون أنه البنت هذه ما تريد ولا دعمها وما تطيقه لكن المجتمع ما يرحم والبنت أصبحت في نظر شباب القرية على الرغم من جمالها وأخلاقها العالية خلاص أصبحت فتاة غير صالحة للزواج وتروح الأيام وتجي الأيام سنة سنتين ثلاث أربع سنوات بدأ سكان القرية شوي شوي يتناسون موضوع اعتداء منصور على لينا لكن الشباب بمجرد ما واحد يفكر أو يفاتح أمه في موضوع زواج أنه والله ودي البنت لينا تقوله أنسى الموضوع خلاص البنت أصبح عليها اكس بعد ما كان كل شباب القرية يتمنون نظرة من لينا والكل كان يتمنى أنه لينا تكون زوجة له لكن حصل ما حصل والبنت ما لها ذنب المهم بعد ثلاث أربع سنوات ويتقدم إلى خطبة لينا شاب من إحدى القرى المجاورة تقدم الخطبتها والجماعة وافقة وهي وافقت وشافت لابد من أنها تتزوج وخصوصا خارج القرية لأجل تتخلص من نظرات الناس وسوالة في الناس اللي ما راحت خلاص لكن هذا الشاب اللي تقدم الخطبتها شاب فقير جدا كلنا في قراءة لله عز وجل على عكس أحوال أهل لنا المادية أهل لنا عندهم بساتين تفاح وبساتين فواكه ومعروفة السويداء في التفاح السويداء المشهور كذلك كروم العنب مختلف أنواع الفواكه اللي تخطر على بالك ومعروفة فواكه السويداء من أطيب الفواكه السورية لأنها تصير في مناطق مرتفعة وكل ما ارتفعت المنطقة اللي تنزرع فيها الفواكه كل ما صارت أطيب وأجمل الجماعة عندهم بساتين وعندهم خير من الله عز وجل لكن البنت شافت خلاص أنه هذا هو الحل المناسب وتقبل بالزواج والجماعة وافقة وما عندهم مشكلة وتتزوج لنا أخيرا اطلعت من القرية وعاشت حياتها بأمن وأمان وأطمئنان لكن ما زال هذا الجرح في داخلها كل ما تتذكر هالموقف اللي حصل وأصلا موقف ولا يمكن أنها تنساه بيوم من الأيام وأله سبحانه وتعالى رزقها من هذا الشاب بأبناء وبنات وطبعا إخوان لنا خلال هالفترة وهالمدة هذه ما وقفوا عن البحث على منصور يبحثون عنه في القرى المجاورة في مدينة السويداء لكن في النهاية ما قدروا يعثروا له على أي أثر وهذا منصور وين راح وشنو اللي صار عليه منصور هذا الله يسلمكم من يوم ارتكب الجريمة وباعتقاده أنه قتل أبناء عمو اللي اثنين ويهرب إلى قرى محافظة ريف دمشق وصار بعد فترة من الزمن يتقس الأخبار من هين ومن هناك وسمع أنه أبناء عمو ما ماتوا الله كتب لهم عمر لكن الآن وين ودي يرجع منصور منصور الآن مطلوب لرجال الأمن وقبل رجال الأمن مطلوب راسه والأبناء عمو ويجي على أحدى القرى ويستقر فيها وتنكر باسم مستعار وشيني سالفتك وشيني موضوعك تعرفون أبناء القرى يعرفون الغريب قال والله صراحة أنا عندي مشكلة وقصة طويلة عريضة وصار يخترع عليهم الأكاذيب ومع مرور الوقت منصور تعرف على مجموعة من الشباب من هالقرية ومن القرى المجاورة الشباب على شاكلته ورجع يمارس حياته بشكل طبيعي يسرق من البساتين والأراضي وبدور السنة يا يشتغله أسبوع زمان عشر تيام أو ما يشتغل عايش على السرقة والسلب والنهب وفي يوم من الأيام يتعرف منصور على فتاة اسمها حليمة حليمة هذه ربيانة في أحد دور الأيتام وما هم عروف أبوها منه يعني البنت لقيطة وتعرف عليها ذاك اليوم وحصل بينه وبينها علاقة وتزوجها والله سبحانه وتعالى أرزقوا منها ولدوا بنت الولد اسمه صبحي والبنت صبحية وبدأ صبحي وصبحية يكبرون في كنف أبوهم وصبحي هذا أول ما فتح عيونه على ها الدنيا أبوه بدال ما يدربه على الشغلات الزينة ويدرسه ويعلمه العادات والتقاليد لكن فتح عيونه على أبوه يعلمه على السرقة والنشل ولما كبر الولد شوي 14-15 سنة صار يدربه ياخذ معاه على البساتين يعلمه شلون يسرق شلون يتخفى في أي وقت يجي وبعد عدة سنوات هذا صبحي صار بروفيسور في السرقة حرامي من الدرجة الأولى يسرقك وأنت ما تدري وأصبح معلم وصار أبوه يعتمد عليه في السرقات لما ما يقدر يطلع هو لما يكون مريض هذا صبحي هو اللي صار يسرق ويجيب أكل لها العائلة وتمر الأيام والأشهر والسنين وبعد مرور تقريبا 17-18 سنة من اختفاء منصور منصور بدأ يذكر المنزل اللي كان عايش فيه اللي ورثانه من أمه وأبوه وأنه قضى هالسنوات هذه طاير من قرية إلى قرية وأنه هو عنده منزل وقطعة أرض بسيطة قال لك ليش أنا ما أرجع على القرية بما أنه أبناء عمي ما ماتوا والآن شلون من كان يعني النار طفت ما عاده مثل قبل ويقوم يدخل على أحد وجهاء القرى اللي كان يقيم فيها قالوا أنا سلفتي كذا وكذا وحصل مشكلة بيني وبين أبناء عمي والآن أنا ودي أرجع على القرية وطلب من هذا الرجل أنه يدخل في الواسطة الرجال هذا ما كذا بخبر ويروح هو ومجموعة من رجال القرية على قرية منصور ويجون على مختار القرية ويطلبون لقاء أبو لينا اللي هو عم منصور ولما جاء الرجال خير شنو السلفة شنو الموضوع قاله السلفة كذا وكذا وكذا ابن أخوك هذا تاب وغلط وصراحة وده يرجع على القرية على بيته أحسن ما يظل طول هالعمر متشرد والآن الرجال انصلاح ومعد هو الأولي وصار عنده ولد وبنت وطالب العفو والسماح والآن الرجال تقدم فيه السن ويا جماعة انسوا الماضي وخلونا نفتح صفحة جديدة وبعد عدة محاولات من هالجماعة الرجل هذا اللي جاي ومعاه جاه وتدخل المختار وبعض وجهاء القرية قدروا يضغطون على أبو لينا وأخوانها قالوا يا جماعة خلاص قالوا يا عمي هذا بكر الرجال يرجع يسويني مشاكل قالوا أبدا ما يرجع على القرية إلا يمضي على تعهد أنه ما يتعرض إلى أي أحد من سكان القرية وإذا يساوي أدنى مشكلة صغيرة نطرد برى القرية لكن بالمقابل ودنا نضمنكم أنت وإخوان لينا وأبو لينا أنكم ما تتعرضون وكذلك وخلاص يا عمي الجماعة أهل لينا قالوا والسالفة مر عليها حوالي عشرين سنة والبنت نسترت وتزوجت وصار عندها أبناء وبنات وعايشة حياتها وهذا جزاها عند الله سبحانه وتعالى لذلك قرروا أنهم يسمحون المنصور هو وعائلته يرجعون على القرية وفعلا يقوم يرجع منصور هو وعائلته أول ما جاء على القرية ويجيبون على المختار ويجتمع عدد من وجهاء القرية ويكتبون مضبطة أو اتفاق يكتبون على ورق ووقع عليه منصور وأبناء عمه وأبو لينا أنه ما حدا يعترض الطريق الثاني وكل من يروح في حال سبيله وحذروا منصور قالوا يا منصور الآن الشغلة ما فيها لعب ومزح وهذولا أبناء عمك اصفحوا عنك وتنازلوا عن حق أختهم وعن حقهم ومحاولة قتلهم لذلك لا تساوي سوالف لأنه أبنى وأدفى مشكلة تنطرت براء القرية وحلمك أنت وأبنك ترجعون عليها قالهم خلاص أنا معدنى منصور الأولي وإن شاء الله ما تشوفون مني إلا كل خير وفعلا هذا اللي حصل منصور أول ما رجع على القرية الرجال بحاله ما عنده مشاكل ما يعترض طريق حدا بالإضافة إلى أنه ابن صبحي هذا اللي صار تقريبا في بداية العشرين يا 22 23 سنة هذا صبحي سمعته في القرية صارت مثل المسك شاب من أحسن شباب القرية وبدأ سكان القرية يسولفون بسيرة صبحي على راح صبحي وجه صبحي وهالشاب المحترم الأنيق الأكابر وسبحان الله صاروا يقولون الشوكة تخلف وردة والشاب يحاول يتقرب من سكان القرية الناس المعروفين الوجهاء والكل صار يشيد بأخلاق صبحي وتروح الأيام وتجي الأيام أبو سنة زمان ويتقدم منصور لخطبة فتاة من فتيات هالقرية اسمها عفاف عفاف هذه بنت على قدر من الجمال لا يستهان فيه تقدم الخطبتها وبناء على صمعته الحسنة في القرية أهلها وافقوا وتزوج صبحي وهذا صبحي بعد ما تزوج من عفاف بدأ يعاملها في البداية معاملة حسنة لكن مع مرور الوقت بدأت تكتشف أنه هذا صبحي ما هو مثل ما تسمع أنه في القرية وأنه شاب المحترم لكن هالمعاملة صارت تختلف مع مرور الأيام من سيء إلى أسوأ وعفاف صارت تكتشف بعض الأمور اللي ما لها تفسير هذا صبحي يغيب بالليل بعض مرات يجي على البيت جايب بعض الفواكه بعض الخضار من وين هذا جايبه يا صبحي يقولها والله اشتريته من فلان وفلان أعطاني يا المهم المهم أنت شو ودتش أنت ودتش تاكلين العنب ولا تكونين الناطور تقولوا لا أود العنب لكن بنفس الوقت ما ودي هذا يكون حرام أخاف تسرق قالها معيب عليك أنا صبحي الشريف النظيف العفيف أنا أسرق تقولوا لا أنا ما لي متهمتك بالسرقة لكن أخاف يعني قالها لا لا تخافين ولا من يحزنون حطي إيديك ورجليك من مي باردة هذا الرزق حلال مصفى المهم هذا صبحي عايش هو وأبوه وأمه وأخته وزوجته في نفس المنزل أخته بعد مد منزم أن خطبها واحد من أبناء القرية وتزوجت وظل صبحي وأمه وأبوه وزوجته وطبعا هذا الشاب أول ما رجع على القرية أبوه سواله فتلة في يعني بين البساتين وهالأراضي وهي أرض فلان وهي أرض فلان وهذا كرم فلان يطلعون على هالمزارع وسواله جولة كاملة ورجع على السرقة هو وأبوه يسرقون بالليل وبالنهار هذا صبحي ملاك وحمل وديع والكل يشيد بأخلاقه لكن بنفس الوقت سكان القرية بدأوا يشعرون أنه البساتين هذه تحصل فيها سرقات وحاولوا أنهم ينطرون الحرامي والمثل يقول الحرامي له نص الدنيا أثنين بهالدنيا ما ينطرون الحرامي والمرأة الحرامي ما له وقت وحظه قوي والمرأة ما تقدر يعني مهما حرست عليها مهما سويت إذا ودها تسوي شي لابد أنها تسوي لولك تقفل عليها بسبع قفال المهم سكان القرية ينطرون بالليل وبالنهار أنهم يمسكون الحرامي اللي قاعد يسرق من بساتين هالتفاح وكروم العنب ما قدروا يلقولوا أي أثر ليش؟ لأنه صبحي وأبوه منصور حرامية من الدرجة الأولى وحاصلين على درجة البروفيسورية ولا ممكن أنك تلقى لهم أثر محترفين بالليل شياطين وحرامية وبالنهار ما عندهم السالفة وخصوصا الولد صبحي صبحي يتجول في القرية يروح على مجلس المختار على الديوان اللي يكون عامر في هالقرية ويتقرب من الكل وخارج دائرة الشك أبدا مستحيل حدا يشك بصبحي هذا أما بالنسبة لأبوه منصور منصور صار رجل كبير وما عاد يقدر يعني مثل قبل لما كان بأيام الشباب لذلك الجماعة خارج دائرة الشك المهمة تروح لإيام وتجل إيام عفاف وصبحي صار عندهم أبناء اثنين الولد دخل في المدرسة في الصف الأول والولد الثاني صار فيه روضة في القرية في هالقرية فيه شاب ينقلوا سميح سميح هذا شاب في قمة الأدب والإحترام وهذا يعمل مدرس ومتزوج فتاة من فتيات القرية كذلك مدرسة اسمها سوسا وعايشين حياتهم بسعادة وأمن وطمئنان والجماعة ما عندهم مشاكل أبدا والله سبحانه وتعالى رازقهم بأبناء وبنات وهذا سميح عنده كذلك بساتين تفاح وكروم عنب والله سبحانه وتعالى فاتح عليه الأبواب من أوسعها فهذا المدرس سميح وزوجته تشاور هو إياها في يوم من الأيام وقرروا أنهم يفتحون روضة فيها القرية طبعا القرية كبرت وصار عدد سكانها بالآلاف ويقومون هذاك اليوم يفتحون الروضة فيها القرية وصاروا أهالي القرية يحطون أبنائهم في الروضة وجاب مدرسين وأشخاص مختصين في هالموضوع وهو وزوجته اللي يشرفون على الروضة والروضة هذه بفلوس ما هي ببلاش فيه أقصاد شهرية وهذا صبحي حط ابنه فيه روضة سميح وبسبب الأحوال المادية التعبانة الصبحي فكان يتأخر في دفع الأقصاد لذلك سميح ما كان يطالبه زيادة وكان يعطف عليه وفي بعض الأحيان يسامحه في بعض الأقصاد وشوي شوي بدأ صبحي يتقرب من سميح سميح إنسان معطاء وصاحب خير وشفق على صبحي وصبحي استغل الفرصة وصار يتقرب من الأستاذ سميح رجال عنده أرض وعنده مزارع وبحاجة إلى عمال وشوي شوي صار الأستاذ سميح يعتمد على صبحي في بعض الأعمال الزراعية التفاح بحاجة إلى رش بحاجة إلى نكش حوالي الأشجار قطاف الثمار من شغل هالبساتين وصار صبحي يشتغل عند سميح وعفاف زوجة صبحي من أقارب المدر السميح المهمة تروح الأيام وتيجي الأيام وتمر الأشهر والسنين إلى تقريبا عام 2009 2010 وخلال هالسنوات اللي مرت السرقات ما زالت شغالة في القرية ولا حدا قدران يمسك الحرامي كل ما يجي واحد على بستانه في اليوم الثاني يلاقي مكتوف بعض ثمار التفاح الإجاس العنب لكن ما قدروا يلقطون الحرامي ومن الأشخاص اللي كانت بساتينهم تتعرض للسرقة المدر السميح السميح هذا عنده بستان تفاح من أجود أنواع التفاح في المنطقة بدأ المدر السميح يكتشف أنه قاعدة تحصل سرقة عنده في البستان وصار كل يوم مع غروب الشمس يطلع على هالبستان أو يستنى ساعة ساعتين ثلاث أربع ساعات إلى منتصف الليل ما فيه لا حرامي ولا من يحزنون يركب ويرجع على القرية وهذا لما كان يروح على البستان ينتظر الحرامي ما كان يخبر زوجته أنه أنا رايح أستنى الحرامي يقولها أنا رايح على بعض الأصدقاء على بعض الزملاء أسهر عندهم واجي ويوم اثنين ثلاثة أربعة شهر زمان وفي هذاك الوقت كان موسم تفاح وفي ليلة من الليالي يطلع سميح هذاك اليوم مع غروب الشمس ركب دراجته النارية ويروح على البستان قال لك اليوم ما رح أرجع على البيت ألا أمسكها الحرامي لأنه السرقات كثرت فيه الفترة الأخيرة وهذا ما أخذ معاه مسدس حاطه على خسره وقاعد ينتظر ساعة ساعتين ثلاث ومخبي الدراجة النارية لا بالله شوي ما يشوف إلا ثلاث أشخاص جايبين معاهم أقفاص بلاستيكية والدنيا ضو قمر وأول ما دخلوا على هالبستان ويحطون هالأقفاص بهالأرض وبدوا يقطفون منها التفاح وكل حبة أجمل من الثانية وعلى ضو القمر ويلمح سميح أنه واحد من هالأشخاص هذول هذا صبحي وقرب منهم شوي شوي ولا فعلا هذا صبحي سمع صوت وقاعد يسولهم على الاثنين اللي وياه ويقوم صبحي يصرخ على الصوت هذا أنت يا صبحي يا أول أنا اللي ما قصرت وياك اتجازيني إنك تسرقني يخر ببيتك أنا شنو مسوي لك ويهجم على صبحي والأستاذ سميح جسم وضخم ويمسك صبحي وهين يوجعك وهين ما يوجعك الأشخاص اللي معاه الاثنين مع صبحي هذول هو ولاد عمته وعمارهم بين خمستاش إلى ستاعش سنة قاعدين يساعدونه في موضوع السرقة المهم سميح صار فوق صبحي باضحوا بهالأرض ونازل فيه ضرب ونسى موضوع المسدس لما شاف هذا صبحي ما صدق المهم قدر يسيطر عليه وينتبه صبحي على المسدس اللي قاعد يلمع على ضو القمر على خسر سميح ومن حالات الروح ومن أمس هذا صبحي يسحب المسدس من خسر المدرس ويطلق عليه الطلقة ويقع هذا سميح بالأرض وبدأ ينازع قدر صبحي أنه يقوم ويستجمع قواه بعد ما كسر وتكسر وشاف سميح تمدد بالأرض لا من إيده ولا من رجله ويقوم يهرب هو وولاد عمته ويأخذون الأقفاص والمسدس وهربوا أول ما وصل صبحي على البيت ويجي على الغرفة اللي قاعد فيها أبوه أبوه قاعد ينتظره على أساس يجيب له السرقة وقال له هذا صبحي وجهه ماهو طبيعي ما يتفسر خير يا صبحي قالوا والله يبا السالف كذا وكذا وكذا قالوا يخرب بيتك جبتنا الحلقة الأخيرة شلون صار لنا عدة سنوات عايشين بهالقرية لاحد اكتشفنا يول يا سويد الوجه قالوا والله هذا اللي جرى وهذا اللي صار وأطلق الطلقة على سميح وهربنا من البستان قالوا طيب هذا سميح أطلقنا عليه طلقة وهربنا قالوا الآن لازم ترجع على البستان وتتأكد أنه سميح مات وإذا ما مات تخلص عليه قالوا وله ممكن أني أرجع على البستان يا ولد يا صبحي لا تكون جبان قالوا لولك تقطعني قطع ما رح أرجع على البستان ويقوم منصور قالوا الآن خليك في البيت ويعطيني هالمسدس وخليني أروح صحة رح تصير لنا سالف لها أول ما لها آخر ويقوم يروح منصور على البستان سميح واستدل من ابنه على المكان اللي قتل فيه سميح أو أطلق النار عليه في إحدى الأماكن فيها البستان ومن شجرة إلى شجرة وقول لهذا سميح ما زال عايش وقاعد يئن الرجال فيه تالي يروح والظاهر الطلقة ما هي قاتلة ويجي على سميح ويخنقوا لحد ما تأكد أنه مات ويقوم يشلحوا ملابسوا بالكامل ويمسح الآثار وكان لابس قفازات أو كفوف لأجل لأنه ذكي محترف لأجل ما يقوله أي أثر لا هو ولا ابنه ويغادر البستان ولما أبعد أنه بعيد ويقوم يحرق ملابس سميح لأجل يخفي أي أثر يدل على الجريمة ويرجع على البيت ولما جاء على صبحي قالوا الآن ارتاح وأطمئن يا صبحي الرجال مات وما حدا راح يدري عنه ولا حدا راح يعرف أنه أنت اللي قتلته حط إيديك ورجليك ممي باردة المهم زوجة سميح استغيبته بالعادة ما يطول هالقد ساعة ساعتين ثلاث أربع ساعات يعني كحد أقصى للساعة اثنعاش يرجع سميح وتمسك التلفون عندها تلفون بدت تتصل عليه ما يجاوب أول مرة ثاني مرة ثالث مرة انشغل بالها عليه قالت ما في بالعادة وتقوم تتصل على بعض زملائه وبعض الأقارب سميح عندكم الكل يقول والله ما شوفنا سميح يا جماعة سميح ما له بالعادة ويستنفرون أقارب سميح وأصدقاء ويبدون يبحثون على هالرجل لكن الرجال ما لقوله أي أثر المهم في صباح اليوم الثاني وأهل القرية الكل صار يبحث عن الأستاذ سميح رجال محترم وخلوق وأكابر وما عنده مشاكل ووين اختفى صاروا يبحثون حول القرية فيها البساتين ووصلوا هذاك اليوم على بستان سميح وطبعا صبحي وأبوه قاعدين يبحثون مع سكان القرية لما وصلوا على البستان ولا هذا الرجال في حالة يرثالها عاري من ثيابه بشكل كامل متلقي طلقة مباشرة اتصلوا برجال الأمن حضر البحث الجنائي والأدلة الجنائية والطب الشرعي وقامت الدنيا وما قعدت ويا بنت قولي لمج اعثروا على الأستاذ سميح مقتول في البستان وبدأ رجال الأمن يحققون في مقتل هذا الرجل استجوبوا الزوجة الأهل الأقارب الأصدقاء الزوجة قالت يعني أنا كنت أسأل زوجي وين يروح وين يغيب بهالليل وخصوصا في الفترة الأخيرة يقول لي عندي شغل مع بعض الأصدقاء جابوا أصدقاء وكلياتهم واستجوبوهم واحد وراء الثاني الكل تبين أنه ما له علاقة والكل يشيد بأخلاق هذا الرجل لا عنده مشاكل لا عليه ديون المهم في النهاية وصلوا إلى طريق مسدود ولا قدروا يعثرون لا على بصمات لا على أي شيء يدل على المجرم بالإضافة إلى أنه زوجته قالت سميح لما يطلع يحمل معاه مسدس ما عثروا على هذا المسدس وتقرير الطب الشرعي يقول أنه سميح قتل عن طريق الخنق وفي نهاية ما قدروا يتوصلون إلى أي دليل وحزن سكان القرية على المسكين سوسا هذه اللي ترملت وعلى هالأستاذ هذا اللي سمعته مثل المسك في القرية لا له عدو له صاحب مشاكل المهمة تروح الأيام وتيجي الأيام هذا صبحي لما رجع على البيت ذاك اليوم وأبوه ضبط الوضع ومحى آثار الجريمة لكن ظل المسدس مسدس سميح الله يرحمه ويقوم يخبي المسدس هذا على الأسقيف فوق سطح الحمام وبدأ يمارس حياته بشكل طبيعي ولا كأنه سوي شيء ورجال الأمن ما قدروا يعترون على القاتل وتروح الأيام وتيجي الأيام أسبوع أسبوعين شهر شهرين وهذا صبحي صار يشوف منامات ويهلوس بالليل وهو نايم وفي يوم من الأيام وتصحى عليه زوجته عفاف ولا هذا صبحي قاعد يصرخ بأعلى صوته لا تقتلني يا سميح ويصحى هذاك اليوم ولا العرق يتسبب منه وضعه ماهو طبيعي وتمسك عفاف قالت يا صبحي شني سالفتك انت وسميح تنادي لا تقتلني يا سميح قالها انا ناديت لا تقتلني يا سميح قالت ايه قاعد تنادي بأعلى صوتك قالها والله صراحة ماني عرفان شنو دي أساوي هذا سميح الله يرحم وقاعد يجيني بالمنام ويوصيني بزوجته وأبنائه ودير بالك يا صبحي على أبنائي وعلى زوجتي وصراحة شوفت عينك العين بصيرة والأيد قصيرة وأنا ما عندي فلوس أصرف عليهم ولا عندي شي والرجال هذا قاعد يجيني كل يوم في المنام واليوم جايني يساحب علي سكين وقاعد يهددني بالقتل وبصراحة ماني عرفان شنو دي أساوي بكرة من الصبح راح أروح على زوجة سميح وأبنائها وأتفقدهم خاف لازمهم شي وكفى نومته هذه الليلة وصار كل ليلة يهلوس تجي هلوسات وهذاك اليوم لما حصت عليه زوجته أنه قاعد يسولف باسم سميح صار يحاول ينام في غرفة مستقلة لأجل ما تسمع ويقولك خاف أنه يسولف بليلة من الليالي بأحد هلوسات اللي تيجي يسولف اللي صار معاه صار ينام بغرفة الحاله وزوجته عفاف حست على هلوضع وزوجها معد هو الأولي وبعد ما صارت هالحادثة هذي قبل كان يضربها ويبهدلها لا بلا بعدين صار يتودد منها ويتقرب لها وما عاد يغلط عليها مثل قبل قالت لك ش بدل هذا رجال مية وثمانين درجة والرجال صار يسايرها وصبحي هذا صار حمل وديع ش تطلب عفاف يحضر وصار يجيب لها هدايا والأمور صارت عال العال بينه وبينها وهذه عفاف شاكة بالموضوع لكن ما عندها دليل إلا لهالوسات هذي وقالت لك يمكن بسبب المعزة والشغل اللي كان يشتغلوا صبحي مع سميح فهتقول لك كل شي وارد المهم في يوم من الأيام عفاف قاعدة أتعزل البيت وتطلع على الإزقيفة فيه اللي فوق الحمام وقاعدة طالع منها بعض الأغراض وتعتر على كيس ولا الكيس هذي فيه مسدس تعارف صبحي زوجها ما عنده مسدس ولا عنده سلاح وتتذكر سميح لأنه شاعة الأخبار أيامها أنه سميح لما انقتل كان معاه مسدس ومعثر وعلى المسدس وصارت تربط الأحداث ببعضها هلوسات صبحي وينادي بالليل سميح قالت لك معناته هذا المسدس يمكن يكون مسدس سميح الله يرحمه وتقوم البنت تشيل المسدس وتخبيها على جنب بحيث أنه هذا صبحي ما يستدل عليه وبعد حوالي 15 إلى 20 يوم هذا صبحي صار يفكر ويقول لك خاف البنت اكتشفتني خاف أنه أروح أسولف لي سالف وتعرفني أخاف أنكشف وصار يفكر أنه يطلع براء البلد وقال لك خليني أروح على لبنان خليني أغيب عن العين فترة من الزمن ويتذكر هذاك اليوم المسدس اللي يحطوا على الأسقيفة ويجي يبحث عليه قال لك خليني أخذه معاي أو أخبيه في مكان خاف المرة هذي تعتر عليه ما تعرف من كل شي يصير ويجي يدور على المسدس بسم بأرض ما له أثر وينادي على عفاف يا عفاف خير قالها فيه مسدس حطوا على الأسقيفة أنا وينه قالت أي مسدس وأي كدب أصلا أنت من أمتى عندك مسدسات قالها لا المسدس ما هو لي أنا بالفترة الأخيرة قاعد أشتغل في تجارة الأسلح وهذا المسدس ما هو لي الواحد من أصدقائي وخذيت منه على أساس أبيع له واتربح من وراء كم قرش قالت أيوة منه صديقك هذا قال واحد من أصدقائي أنت شنودي شبه السالفة أكيد ما شفتي مسدس قالت له ولا ما شفت لا مسدس ولا من يحزنون وهذا صبحي علشان ما تشك فيه قالوا لها يمكن أنا نسيت وين حطيت ويمكن ما جبته على البيت حتى ويبدأ يبحث فيها البيت ما خلى مكان ولا زاوية إلا بحث فيه ما فيه لا مسدس ولا من يحزنون وقال لك البيت هذا ما حدا يفوت عليه إلا عفافة هذه موجودة فيه منود ويجي يأخذوا المسدس وصار يتذكر وين حطوا وين كذا متأكد أنه حطوا على الاسقيفة قال لك وحق الله هذي كشفتني وهذه انتبهت عليه لما صار يسأل على المسدس وشافت عليه الارتباك وبعدين شافته ماهو طبيعي قالت معناته هذا هو مسدس سميح بس خليني أتأكد لأنه أخاف يطلع المسدس ماهو السميح ويروح هذا رجال بورطة ونصير بسين وجيم ومنويله المسدس لذلك خليني أطول بالي شوي وصبحي هذا صار يضرب أخماس بأسداس وصار يكيد لزوجته قال لك وكاد هي لقات المسدس وراح تبلغ عني بيوم من الأيام وأتعلق على حبل المشنق لذلك خليني أتغدى فيها قبل لا تتعشفيني وبدأ يتقرب منها ويتودد لها هذاك اليوم يوم يومين ثلاث صار يفكر بطريقة بحيث أنه يقتلها وما تبين أنها جريمة قتل ويروح يجيب نوعية من السموم اللي يستخدمونها لرش الأشجار أحد المبيدات الحشرية معروف جدا ويستخدم بكثرة هذا النوع من السم ما له لا لون ولا رائحة وبنفس الوقت عفاف حذرة منه وقاعدة تراقب تصرفاته بدقة متناهية شنو يسوي شنو يسولف شنو يتصرف وحاس بحسابها وقالت لك أكيد هذا ناوي علي لكن على منه على عفاف المهم في يوم من الأيام قال لها سوينا غدا كذا وكذا سوت الغدا وحاطة بجامب وهالعصير وهالعيران أو اللبن أو الشنينة وقال لها والله جاي على بالي آكل بصل أخضر وشوية حشائش من الحشائش اللي زارعينها ورا البيت اش رايش يتروحين تقطو فينا شوي وتجين قالت ابشر يا صبحي أصلا أنا كم صبحي عندي ولا لا أجيب لك البصل والجرجير والبقدونس وكذا أو هذو لمساوين زريعة وراها البيت تفتح النفس المهم وتطلع وعلى أساس أنها رايحة ورا البيت تجيب له الحشائش والبصل لكن وقفت عند الباب بعد ما ردت الباب تقريبا نصف ردة وتنتبه عليه ويقوم يطالع إصرار من جيب وكيس صغير فيه مثل البودرة البيضة وصار يرشرش على الصحن اللي ودها تاكل فيه ويحط لها كذلك في كاسة شنينة اللي ودها تشرب منها وهذا السم قاتل إلى درجة كبيرة جدا يعني ممكن إذا الواحد يبتلع كمية صغيرة منه يؤدي إلى الوفاء خلال وقت قصير جدا المهم لما شافته وترجع تنادي عليه من وراء الباب وقالت يا صبحي أنا ودي أتأخر شوي أربع خمس دقائق ما عليش قال لها ما عليش خذي وقتك ماني مستعجل وعفاف من أمس تركب فيه سيارة أجرة وعلى أقرب مركز شرطة فيه المنطقة فيه البلدة نفسها صار فيه مركز شرطة ومخفر خلال دقائق كانت موجودة عندهم قالت لهم السالفة كذا وكذا وكذا والمسدس موجود عندي والآن هو حط لي سم بالأكل وناوي أنه يتخلص مني ودي يروه على لبنان ومباشرة رجال الأمن يتوجهون إلى منزل صبحي ويتم القاء القبض عليه مباشرة خير يا جماعة شنو السالفة قالوا ما تدري شنو السالفة ويأخذونه على مركز الشرطة والسحون اللي كانت مفروضة على هالسفرة تم رفعها إلى الأدلة الجنائية البحث الجنائي على المختبر لأجل يحللونه ويتأكدون من كلام البنت وواجهوه مباشرة بتهمة قتل سميح ويجيبوله المسدس قالوله هذا المسدس سميح رحمة الله عليه والآن ودك تعترف لنا ليش وشلون قتلته صبحي شاف لابد أنه يعترف وما في أمامه إلا هالطريق وقالوله كذلك مهو بس أنت قتلت صبحي أنت ناوي تقتل زوجتك وتطلع نتائج التحليل البسيطة اللي إجروها على الأكل وفعلا تبين أنه عفاف صادقة وفيه المادة السمية القاتلة هذه ويقوم يعترف صبحي هذاك اليوم بالجريمة النكراء اللي ارتكبها لكن قالهم مو أنا اللي قتلت الحالي اللي كانوا معاي أبناء عمتي وأبوي هو اللي راح خلص عليه وهو اللي حرق المنابس هو اللي أخفى أثار الجريمة ويتوجهون كذلك إلى المنزل مرة أخرى ويلقون القبض على منصور منصور أول ما شاف رجال الأمن حطوا الكلبشات بإيديه ويغمى عليه ويتم إسعافه إلى أقرب المستشفيات لكن منصور وصل المستشفى متوفي بجلطة قلبية ويروحون الآن على أبناء عمت صبحي ويلقون القبض عليهم ويتم تقديم صبحي وأبناء عمته لاثنين للمحاكمة وبعد محاكمات طويلة وعريضة تم الحكم على صبحي بالسجن المؤبد مع العمال الشاقة مدى الحياة أما بالنسبة لأبناء عمته بما أنهم قاصرين وثبت أنه ما لهم علاقة في الجريمة تم الحكم على كل واحد منهم بالسجن لمدة سنتين ونص بسبب تسترهم على الجريمة أما بالنسبة منصور منصور هذا بعد ما توفي بجلطة قلبية طلبوا من أقاربه سكان القرية أنهم يستلمون الجثة لأجل يدفنونها رفض كل سكان القرية أنهم يستلمون الجثة ويقومون يسلمون جثة منصور للبلدية هي اللي تكفلت بدفنه حتى ما طلع في جنازته ولا واحد من سكان القرية وكانت هذه نهاية القصة القصة طبعا فيها الكثير والكثير من العبر اللي نستخلصها أنتظر تعليقاتكم ورأيكم في أحداث ومجرياتها القصة ولا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر